هجمنا ببضعة صواريخ مضادة للدبابات وردنا كان بمئة قذيفة وقصف جوي وإجراءات أخرى نحن في مشاورات بشأن ما سيحدث أعطيت التعليمات للاستعداد لأي سيناريو وسنحدد تحركنا المقبل وفق التطورات أستطيع الإدلاء بإعلان هام أنه لم يكن هناك أي ضحايا أو مصابين أو حتى خدش يجب أن يعلم كل من يسعى لإيذائنا أننا مستعدون وعازمون على الدفاع عن مواطن إسرائيل دون تردد نريد أن نقول لهم أيضا أننا مستعدون ولا نريد أن نظهر إلى أي حد نحن مستعدون بشكل جيد لن نقترع أي شخص من هنا هل بينكم أطفال من قوش قطيف لن يكون هناك المزيد من قوش قطيف ولن يكون هناك مزيد من الاقتلاء بعون الله سنطبق السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل كجزء من أرض إسرائيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر